ومن خصائص يوم الجمعة لصحة الحديث الذي يرى صحةه البيهقي بكثرة الآثار وكذلك ابن القيم وهو حديث أبي قتاد عند أبي داود ومر معنا وابن القيم يقويه مع أن في الحديث اختلافاً بين المحدثين وهو أن جهنم تسجر كل يوم هذا وارد في صيح مسلم من حديث عمر بن عبسة أن النار تسجر كل يوم قبل الزوال متى؟ يعني قبل آذان الظهر بما يقرب من ربع ساعة حين يقوم قائم الظهيرة ولذلك لا نصلي وقت ينهى عن الصلاة فيه قبل آذان الظهر بعشر أو ربع ساعة لما؟ لأن جهنم تسجر فيه لو قال قائم أليست الصلاة داعية إلى أن يكون المسلم مرضياً لله عز وجل فيتناسب مع تسجيرها بعض الناس قد يقول لماذا ينهى عن الصلاة لما تسجر جهنم تسجير جهنم هذا يدل على ترهيب وتخويف من الله عز وجل ألا تكون الصلاة مناسبة فأصح الأجوبة هنا أن الصلاة طلب الصلاة طلب ولله المثل الأعلى والملك حال غضبه لا يطلب منه ولا يستحسن أن يطلب منه وهنا نهي عن الصلاة ولذلك في حديث الشفاعة في الصحيحي في حديث الشفاعة الكبرى طلب الناس من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله لكي يفصل بينهم في القضاء فماذا كانت الأنبياء تقول؟ تقول إن الله يعني هذا ليس وقتاً للشفاعة مننا نحن لماذا؟ قالوا إن الله غضب غضباً لم يغضب قبله ولن يغضب بعده حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسجد لله عز وجل ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع إلا يوم الجمعة لحديث أبي قتاده فإن جهنم لا تسجر ولذلك مثل ما مر معنا في الخطبة الماضية أنه ليس هناك وقت ينهى عن الصلاة فيه يوم الجمعة قبل الزوال لهذا الحديث هو حديث الوارد في صحيح البخاري كما مر قال ابن القيم رحمه الله لما لا تسجر جهنم كما قال في زاد المعاد لما لا تسجر جهنم في يوم الجمعة قال رحمه الله لكثرة ما يقع في هذا اليوم من الطاعات ولقلة ما يقع فيه من المعاصي من أهل الإيمان حتى قال إن أهل الفجور ليخف فجورهم في يوم الجمعة مما لا يخف في يوم السبت أو في غيره